أقامت الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين الأردن مخيماً لفرق الكشاف والمرشدات المتقدم وذلك في المخيم الكشفي الدائم بمنتزه عمان القومي طريق المطار حيث شارك في المخيم أكثر من مائة فرد من تسع مجموعات كشفية وإرشادية تابعة لمطرانية اللاتين في المملكة وكان سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن قد ترأس القداسة الافتتاحية للمخيم كما أقامت رعية السيدة العذراء في منطقة الهاشم الشمالي بعمان للروم الملكين الكاثوليك وبدعوة من كهن الرعية الأب جهاد عماري مخيماً روحياً اجتماعياً لأطفال من رعيتين السيدة العذراء الهاشم والملاك مخايل ماركا وقد هدف هذا المخيم الذي أقيم خلال العطلة الصيفية للطلبة بحضور وعمل الأخوات الراهبات لتعليم الأطفال ومساعدتهم على التقرب والحياة من الكنيسة ومحبة يسوع كما ساهم مجلس الرعية وكشافة الكنيستتين بالترتيبات اللوجستية للمخيم الذي اجتمل على فعاليات وأنشطة متنوعة مراعياً أعمار الأولاد المشاركين وفي الحفل الختامي للنشاط الصيفي تقدم راعي الكنيسة الأب جهاد عماري بالشكر لجميع من ساهمه في نجاح هذا المخيم الروحي الثالث